أولادنا هم الكنز الحقيقي اللي في حياتنا وفي مرحلة الطفولة الولاد بيبقى ليهم أسئلة كتير ما بنعرفش نجيب عليها لغة الحوار ما بيننا سعاد بتبقى لغة غريبة شوية لأن طبعا نسيجة الضغوط اللي الأم بتبقى عايشة فيها ممكن الأصوات ترتفع ممكن يلا يمشي من قدامي أي حاجة من الحاجات اللي فعلا بتخلي الطفل يتكسر إذا يبقى فيه لغة حوار تخلي أولادنا لما يكبروا يبقى هم نفسهم عندهم القدرة على الحوار مع الآخر بيستدنا يكون فيديو فيتنا النهاردة الأستاذ الدكتورة دعاء أعمارة استشاري تربوي وأسري برحب بحضرتك وأهلا بك معنا يا دكتور أهلا بحضرتك هنبدأ الأول لتكلم على علاقتنا بولادنا هم صغيرين وهم في مرحلة الطفولة المبكرة ولغة الحوار هل في السن ده فيه حكم ما تسمى لغة حوار ما بين الطفل والأهل طبعا أهم حاجة لغة الحوار بين الطفل وإن أنا أنزل لمستويه يعني أنه الطفل طول الوقت عنده لغة معينة عنده ممكن يعبر بلغة الجسد تبقى ماشي في أي مكان تلاقيه مثلا سرخ أنا شبطان في حاجة أنا عايز حاجة يرمي نفسه في الأرض طب ده سلوك صحة ولا غلط فيه بقى ناس تقعد تبصوا لا أو الأمة تتضطر إن هي توافق على الطلب اللي هو عايز عشان ما تتحركش قدام الناس فلما ندرس بقى الحلو هنا ونشوف ما وراء السلوك هنا هو عمل كده ليه فبنعرف إنه هم عنده مشكلة في التواصل هو مش عارف يعبر ويقول أنا عايز ده وماما في بني وبينها لغة حوار أه هجيبه أو لا مش هجيبه أنا لازم أتقبل برضو إن أنا يبقى عندي رفض لله ده في سن كامل كلام تخيلنا أن نعملها بحسب السنين؟ إحنا لو خدنا من أول سن ثلاث سنين لحد سبعة الفترة دي بيفهم جدا بيركز بيخزن كل حاجة أنا بعملها بس مش بيعرف يكون جمل كاملة على بعدها؟ مش هيعرف ماشي بس هو لازم يكون ممكن الحوار بينه وبينه لا يتعدى إلى عشر ثواني تمام والكلمة تبقى واضحة وصريحة وتناسب فهمه ويبدأ إنه هو يفهمها أنا مش هينفع جيب دي خلص أربع كلمات في خمس ثواني هيفهم بقى في الحلو؟ أنا لو عمل لغة حوار من الأول طب في قصص أصلا للحوار حوره إزاي هو ومش كبير مش هيفهمني لازم إن أنا مستوى نظري يبقى في مستوى نظري مبقاش أنا عالية عليه وهو تحته وأنا بعمله كده وإيه هو علقة أو مش هجيب دي هيوصل من هو تهديد هيوصله خوف ومش هيوصله مشاعر أمان أبدا فأنا لازم أنزل لمستوى الطفل يبقى في تواصل بصري بينه وبينه في نفس مستوى العين صوتي الناس تبقى أخد بالي من نبرد صوتي وأنا بكلم أنا مش قلت لك مش هجيب لأ إحنا النهاردة اتفقنا وإحنا خارجين إن إحنا النهاردة خارجين مثلا نعمل كذا مش هنشتري لعبة فيبدأ إن هو مرف ومرة يعرف إن فيه لغة حوار لما أجي أتكلم معه أعرفه مش لازم إن هو يبقى عايز حاجة لما أعيزه أخلق بيني وبينه حوار في أي حاجة يعني مثلا هو دخلي المطبخ إيه طب تعالى بص شوف إحنا بنعمل إيه مع بعض طب أنا أعمل دي ولا دي أبدأ إن أنا أخليه يتكلم معي لإن دلوقتي إحنا فقدنا أصلا لغة الحوار مع أولادنا والفترة الطفولة هي فترة الزرع اللي بعد كده أنا بحصدها في فترة المراقة فأنا طول ما أنا بزرع صحه وبسقي وبراعي النبتة بتاعتي لموياة صغيرة بيطلع فترة المراقة يعني إن شاء الله تعدي بسلام طب خلينا نقول بقى الأسس اللي هنبني عليها حضرتك قلت في الطلبات بيبقى نظر التلعين أو في الكلام بيبقى نظر التلعين طيب إيه تاني ممكن يتعامل؟ إذن قلنا الصوت مدابرة الصوت المداومة إن أنا أصلا يبقى فيه بيني وبينه لغة حوار مش عشان خاطر فيه مشكلة النهاردة إن هنقعد ونتكلم مع بعض لأ لازم يبقى فيه مثلا فاميلي ميتنج يوم الجمعة مثلا إن هنقعد كلنا مع بعض ونتكلم ولو مثلا الطفل ده عنده مشكلة فأنا باخده على جمه ونبقى فيه لغة حوار بيني وبينه لوحدنا وفي السن ده الطفل هيستوعب؟ هيستوعب ما إحنا هنتكلم زي ما قلنا القصص إن هي شامس ثواني عشر ثواني كلمات بسيطة وسهلة تقدر توصله بقى فيه حب أنا ممكن لو عايزة أوصله مشاعري بقى فيه لغة تلامس فيه أمسك إيده وإنت خايف ليه زعلان ليه قابل إن أنا وصله مشاعري طيب بتختلف الشخصيات من شخصيات تانية يعني فيه طفل زنين وده اللي بيوصل للأم إنه تسرخ في الآخر يعني هتعمل الحقيقة بتقولي عليه ويفضل يزني يزنه عشان ياخد الحاجة اللي هو عايزة ولو ما خداشه بتبقى كارثة في البيت الطفل ده التعامل معي الطفل الزنين أنا يعني دايماً بابحث ما وراء السلوك هو بيزني ليه؟ علشان أنا وهو بيكلمني أنا بصف الموبايل وبلعب وهو ماما 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 وأنا مش معباره أصلاً فهو هيتطر إنه هو يزن وهو يزود إنما أنا لو في ثانية سبت التليفون ونعم عايز إيه؟ كذا؟ لأ مش هينفع عشان كذا؟ ويلا لازم أشطت انتباهه بقى عن المسير هو واتي مصار مثلاً بلعبة فأنا أشطت انتباهه بحاجة تانية يلا اعمل كذا يلا اغسل إيدك دايماً أودي انتباهه للحاجات الإيجابية للسلوك الإيجابي يعني مثلاً لو عندي طفل طول الوقت زنان أنا ما أعودش بقى مع حضرتك أقولي أصلاً هو زنان أعود مع جدته وقدامه أصلاً هو طول لو أصبهش هيسكت عشان هو زنان فأنا دايماً أنا كده بفكس على الايه؟ على السلوك السلبي لا أنا أداء وهو بيحط دفع دماغ للطفل جداً الفترة التي اسمها مرحلة سبونش هو طول الوقت بيمتص كل حاجة احنا بنعملها طفل العنيد الأم تتعامل معه زي؟ الطفل العنيد بيبقى نتيجة سلوك الأم أنا بقى عندماعيها عشان خاطر هي مش بتعملي اللي أنا عايزه وبتعملش اللي أنا عايزه عشان خاطر هي مش مهتمية بي فأنا ببدأ عندماعيها هي عايزة يمينة أنا هعملش مال حتى لو أنا عايز أعمل الحاجة اللي هي عايزها بس لأ عشان أضايقها عشان هي مش مهتمية بي عشان خاطر هي مش بتسمعني عشان خاطر هي مش بتتكلم معي فيه مراهقين بيوصلوا في مرحلة مراهقين يكون فيه مشاكل بيبقى بس يقول لي أنا بس كنت عايز ما تسمعني يعني بس كل مشكلتي عايز ما تسمعني فهي مشكلة فعلا إن هي عند اسمها مهارة مهارة الاستماع إن أنا أعود مع طفلي وأسمعه وأسمع مشاكله حتى مش شرط مشاكل أسمع حكويل عادية إحنا من نسبه لنا أنت بقى حاجة تفهى يمكن بنتي تقعد تحكي لي على مسلسل في الكرتون وطبعا لا يمكن أن يكون في دماغي بس لازم أعود وأعمل نفسي على الأقل إن أنا سمع أخذ كلمة من اللي قالتها وقالها طبو ده أعمل إيه وتفهم إن أنا ليه هي دي لغة الحوار بتاعتها أيها السن بيختلف طيب في بعض الأمهات نحن لسه في السن الصغية نحن نتكلم عن ثلاث سنين فيه ما فوق يعني قبل سن المراهق في بعض الأمهات تلجأ للضرب في الحالة لما يعود يزن الطفل كتير يعني ما يمش الحاجة يبتشقط فيه يبتضربه يبتعنبه هل ده ممكن يكون من السلوك اللي ممكن يوصل لحاجة سيئة جدا في المعكيد طبعا فيه فعلا أمهات كتير تقولي أنا جربت بقى كل الطرق هو ما بيسمعش الكلام غير بالضرب وفعلا أنا ما عملش الواجب غير ما ضربته أنا جربت مع كل الأسليم والما ضربته عمل الواجب فكل يقوم بضربه عشان يعمل الواجب فخلاص أنا مش هسمع الكلام ومش هعمل الطرق الإجابية اللي أنت بتقولي عليها فبقول لها يدي حاجة بسيطة جدا أنت لو بيش في الشارع وحد طلع عليكي ما ضربكيش حتى وبس مسكن لك عصائق وقالك طلع لي معاكي بتطلع لي معاكي بس أنت شوارك بيعمل إزاي بتبقي رادية بتبقي سمع كلامه بس بتبقي من جوه عندك غضب ومن جوه عندك ثورة ومن جوه عندك دايقة فهو ده بالضبط هو سمع كلامك عشان هو خايف منك أو خايف من العقاب خايف من الضرب فبيسمع الكلام فعلا لما إيه لما أنت بتهديدي بالضرب فهيفضل يسمع الكلام لحد ما يبقى عنده القدرة إنه يقول لك لأ آه يعني يا تخسر ولا هي كده إحنا ربنا بقى شوية في المر يعني دائما الأمات تقول لك ما إحنا تربنا كده وكنا كويسين وطعينا إحنا كلنا مش كويسين على فكرة كلنا عندنا عمراء كلنا مش كويسين طيب خلينا نركح تاني ونتكلم كمان على العلاقة الأسرية يعني فيه برضو وخصوصا بين الشباب اللي لسه متجوزين كده لسه ببقاش فيه يعني التطبيع مع بعض فبيبقى اللغة الحوار بينهم هم سريخ وممكن زي ممكن يتخنقوا كل ده قدام الأطفال وهو أنا الطفل زي ما قلنا هو في مرحلة السفنجة السفونش اللي بيمتص فيها كل حاجة فأنا شايف النموذج الأبوي بتاعي بابا وماما بيتكلموا إزاي فأنا هامل زيهم أنا مش هبعارف ده صحة ولا غلط أنا بقلد كان فيه تجربة عملت على أطفال يدوهم لعب بابة صغيرة ويسابوهم في فقودة وصوروهم فلا أن الكلام اللي الطفل بيقوله كلام كبير جدا كلام كبير أنت وحش أنت بتسمعش الكلام أنت ساي فلما تكلموا مع الأمهات ومع الأباء لا أنه ده دي لغة الحوار اللي موجودة هو شيرب منك اتعلم منك فبقى دي لغة الحوار هيتكلمها مع مين مع أي كائن أصغر منه مع لعبته مع أخوه الصغير لو راح المدرسة مع كائن أضعف منه طفل أضعف منه فهيبدأ يفرق كل اللي هو بيتعامل فيه خارجيا هيفضل كل ده يمتصه ويكبر يكبر لحد ما يوصل بقى المحارة المراقة بعد مرحلة المراقة يبقى شاب يبقى زوج يعمل نفس الموضوع فهنا هنفضل في دايرة دايرة بتلف دايرة بتلف وما بنحلش ده معناه أن فيه قموس لفظي لازم عند الأب والأم هو مفروض هم يلتزموا بيه طبعا مفاتيح للولاد طب دا كده عايزين الأب والأم يتربوا من أول رجزي بسي يعني هو الأب والأم لازم عاشير خطر هم خلاص يتجوزوا والجواز دا يعني هو بيبقى خيره من هو رأيه فرح وبسط وتصورت وخلاص لا لازم تبقي عارفة من الأول أن أنت تحملت مسئولية مسئولية الجواز غير مسئولية من أنا أخلف لو مش قد مسئولية الخلفة دلوقتي مش قادرة تتعلمي دا دلوقتي يبقى ممكن نأجل شوية لحد ما تبقي فعلا مؤهلة عارفة أن أنا ممكن أولويتي دلوقتي للشغل ليش لإبني يعني ليه طفل يقعد في الحضانة من سبعة صبح لسبعة بالليل وانت تقول لي إذا ما فيش لغة حوار بين أنت بتشوفي أمتى أصلا عشان يبقى فيه بينكو لغة حوار لا فيه أولوية لأ يعني لو هنا أنا بقى مفضل أن أنت تكسابي ابنك وتخساري الشغل لا أعودي مع ابن الفضل في المرحلة الأولانية دي مهم جدا خلفوا يقول لك يعني بقى نحن نودي حضانة نجيب ناني نودي عند الجد فأنا لازم يبقى لي سيطرتي على ابني وليك حدودك اللي تتحرك فيها في الحوار طيب الولاد بقى كبروا شوية وبدوا يعرفوا يتكلموا وبدوا يعرفوا يسألوا وفي أسئلة كثيرة ساعات بتبقى الأم والأب مش عارفين يردوا عليها في أسئلة خاصة مثلا زي حاجات دينية أصلا الجنة فين وربنا فين والحاجات دي وفيه حاجات بتبقى حاجات محرجة ممكن يبقى الأب والأم يداروش يتكلموا فيها يتكسفوا يتكلموا فيها مع أولاجه بسوية هي بتبقى محرجة بالنسبة لنا إنما بالنسبة له هو بيسأل عشان عايزة يعرف معرفة بيسأل بهدف المعرفة فأنا أي سؤال الطفل يسأله سواء محرج سواء ما ينفعش أن أقول له ده حرام ما تسألش ربنا فيه ما تسألش لا أعيب ما تسألش كده ما ينفعش أن أكبته أبدا لأنه هو هيدور وهيجيب المعلومة سواء بقى مغلوطة أو صح من حتة تانية فنلازم أن أجاوبه على حسب المرحلة السنية اللي هو فيها لو أنا اكسفت أجاوبه ممكن قلتب تعالك كده نعمل سيرش وندور على حاجة على الموبايل نعرف إيجبت السؤال ده أسألنا ما عرفش ولو مش عارفة الإجابة تقول مش عارفة أقول مش عارفة تعال ندور مع بعض تعال ندور في كتاب أطلع الإجابة العلمية من كتاب هيبقى أحسن كده طبعا طيب الوقت للأسف انتهت نسألك سيرعزين نسألها إن شاء الله نتقابل مرة تانية بإذن الله وربنا نهيدي أولادنا كله شكرا جدا لدكتورة نورتسين